وزارة الدفاع الإسرائيلية وتحديداً كبار الرتب الموجودة في الجيش الإسرائيلي وضعوا خياراً جاداً ومهماً هذه المرة وبأكثر صرامة من أجل ضرب إيران هذه المرة عسكرياً بسبب العديد من الأمور التي جرت بشكل معاكس بالنسبة للإسرائيليين وهذا الأمر كشفت عنه جروز المبوست من خلال اجتماع بين كبار الضباط الإسرائيليين طبعاً في الجيش الإسرائيلي مع سياسيين إسرائيليين يبحثون عن الدبلوماسية في طبيعة مواجهة ما تم من قبل إيران فاللي صار باختصار بأن الجيش الإسرائيلي وهؤلاء الضباط يعتقدون بأنه يجب أن تتم الآن ضربة مباشرة إلى إيران عسكرية خاصة وأن الأمور الدبلوماسية التي بحثت عنها إسرائيل من خلال التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي لم تأتي بنتيجة لم تعاقب إيران لم تضرب إيران لم يحدث شيء نهائياً بما يرضي الإسرائيليين وما يريدون أن يستغلونه ضد إيران خاصة بعد الضربة التي صارت ضد ناقلة النفط الإسرائيلي التي تهمت إيران بأنها هي من قامت بهذا الموضوع فعلى هذا الأساس يعتقدون أن الضربة الآن أصبحت مهمة ولكن السياسيين الإسرائيليين يعتقدون بالعكس الآن الفرصة أهم وأكبر وأضل من توجيه ضربة أحادية من قبل إسرائيل تجاه إيران الآن هم يعتقدون أنه التي صارت في أفغانستان وسيطرت حركة طالبان وهذا هو حركة طالبان علم حركة طالبان حقيقة الذي رفعوه بدلا من علم الحكومة الأفغانية طبعا التي جاءت بعد الغزو الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 يعتقدون أن هذا اللي صار يفتح فرصة كبيرة جدا للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بضربة ضد إيران قد يستغرب البعض من طبيعة هذا الأمر ولكن الآن اللي دي يصير حقيقة الاستثمار الإسرائيلي في هذا المجال وتحديدا الدبلوماسي أنه الانسحاب اللي صار الأمريكي من أفغانستان وسيطرت حركة طالبان أحرجت كثيرا جوا بايدن الآن بايدن نسبة المصادقة انخفضت وضع غير مدعوم منتقد بشكل كبير بكل ما قام به من عملية حقيقة الانسحاب والمناظر التي جاءت حقيقة الخطيرة من أفغانستان أصبح ينتقد من حزبه نفسه من الشعب الأمريكي وبالتالي هذا يعتقدون الإسرائيليين أنه سيجعل جوا بايدن شرسا مع إيران وقضية الاتفاقية النووية لكي يصحح طبيعة السياسة الخارجية وماته وهذا الأمر يريدون يستغلوا من خلال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الذي سيذهب إلى واشنطن في يوم 26-8-2021 نهاية هذا الشهر من أجل استغلال هذا الموضوع وأقنع جوا بايدن أنه اللي صار في أفغانستان هو ضعف للولايات المتحدة الأمريكية لسنا معترضين على ما حدث ولكن نريد شدة أكبر مع إيران لتصحيح هذا الوضع خاصة وأن القضية النووية مهمة للغاية وخاصة أيضا أن إيران فتحت المجال لبايدن لأن يكون شرسا وشديدا معهم الآن كيف ذلك تم؟ هذا كل تم من خلال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر تقريرين خلال 48 ساعة يتحدث عن مخالفات جديدة من إيران في قضية تخصيب اليورانيوم وإضافة أجهزة الطرد المركزية ولي كي نفهم ما الذي حدث هنا أنه الآن الإيرانيين يخصبون بنسبة 60% يخصبون اليورانيوم بهذه النسبة العالية للغاية حقيقة من شهر 4-2021 بعد الهجوم الذي قامت به إسرائيل ضد منشأة نتانز النووية ودي يستخدمون 164 جهاز من أجهزة الطرد المركزية اللي هي من نوع الـ IR6 الآن اللي يسوا بحسب التقرير الجديد وكالة الدولية للطاقة الذرية أنه هم ضافوا 153 جهازا من أجهزة الـ IR4 وطبعا بإضافتهم لهذه الأجهزة بهذا العدد الكبير معناته يزيدون من عملية تخصيب اليورانيوم ونقاوة اليورانيوم مما يمهد لإيران بأن تتوجه بهذه النقاوة للوصول إلى السلاح النووي بسرعة كبيرة جدا إذا ما قررت أن تصل إلى هذا الأمر ويجب أن نفهم أن التخصيب بنسبة 90% هو الذي يوصل إلى القنبلة النووية ولكن تحتاج إلى نقاوة وهم الآن بدأوا يدخلون الوصول إلى هذه النقاوة المهمة طبعا بالنسبة للإيرانيين وطبعا حتى نفهم بأن هناك شيء في حقيقة اليورانيوم اللي هي اليو مائتين وحقيقة 35 وكذلك اليو مائتين وثمانية وثلاثين اللي كل اللي محتاجي طبعا الإيرانيين هو إلى اليو مائتين وخمسة وثلاثين هذا هو اللي يتفلتر كلما تزيد أجهزة الطد مركزية كلما حقيقة تصبح الأمور أسهل وأسرع لتنقية حقيقة هذه المواد المطلوبة اللي موجودة في اليورانيوم وتحديدا اليو مائتين وخمسة وثلاثين فباختصار أنه تصبح بهذا الشكل تخرج اليو مائتين وثمانية وثلاثين اللي هي ذراتها ثقيلة جدا واليو مائتين وخمسة وثلاثين تنتقل إلى جهاز آخر لتنقية مرة ثانية وتنتقل إلى جهاز آخر للتنقية كلما تزيد عدد أجهزة الطرد المركزية تستطيع من الوصول بسرعة كبيرة جدا إلى ما تنوي إليه إيران فهذا تصعيد كبير جدا بالتأكيد والمونيتر كشفت عن طريق مصدر استخباري إسرائيلي عن الهدف الذي يذهب على أساسه الآن نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جو بايدن لمناقشته بشكل عام فخلينا نشوف شنو اللي قال هذا المصدر مصدر استخباراتي إسرائيلي من المتوقع أن يخبر بنت الرئيس أن الاستسلام لإيران بعد الانسحاب من أفغانستان قد يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل الكارثية وبالتأكيد إسرائيل أيضا تهدف أن لا تظهر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم في الشرق الأوسط في مرحلة الضعف عالية جدا لأنها إذا وصلت إلى مرحلة الضعف بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية فهذا سيظهر إسرائيل بشكل كبير وتظل هناك علامات استفهام كبيرة عن أداء إدارة بايدن حول سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى بشكل عام ترجمة نانسي قنقر